السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً أصدقائكم تابعي قناة رحلة تيفي تابعنا جميعاً حادثة أو خبر وفاة الإعلام المصري وإل إبراشي وما يتعلق بهذا الإعلام من قضية الشيخ محمود شعبان فرج الله عنه بهذه المناسبة نشر أو سربت رسالة للشيخ محمود شعبان يتحدث فيه عما يتعرض له من تهاكات جسيمة ومن تعديب في معتقله ففي خبر نشر الموقع الجزيرة مباشر قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية إن الداعي والأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور محمد شعبان يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل السجن في مصر للمطالبة بإطلاق صراحية وضفت المنظمة في بيان أول أمس الاثنين أن شعبان تعرض للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله عام 2019 تضمنت الإذاء الجسدي والنفسي عبر الضرب وإلقاء البراز على وجهه والسباب بأفضع الألفاظ وكشفت المنظمة عن رسالة مصربة قالت إنها تأكدت من صحتها تضمنت معلومات صادمة منها ممارسة الضابط يدعى عصام الألفي العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين منها قوله لأحد السجناء لما تبقى مع ربنا بتاعك ابقى خليه يرن علي ويفق البيان وطالبت المنظمة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ محمود شعبان وفتح تحقيق جدي وناجز عن شكاوة تعديب المتكررة على أيدي ضباط قطاع الأمن الوطني والسجون والمباحث ويتصدر اسم الدكتور محمود شعبان على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ يوم الأحد بعد إعلان وفاة المديع وائل الإبراشي حيث أعاد ناشطون نشر تفاصيل الواقع الشهيرة حين تسبب في سجن الداعية فور مغادرة استوديو برنامجه عام 2014 بعد توريطه في تصريحات تنتقد السلطة وقضى محمود شعبان عامين في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله للمرة الثانية في مايو 2019 وفي سبتمبر الماضي الشهر التسعة الماضي قررت نياب العامة إخلاء سبيله قبل أن تعيد بعد أيام تعيد بعد أيام تحقيق معه مرة ثانية وحبسه على دمة قضية أخرى يعني منذ 2019 ومعتقال فقط في شهر شتنبر شهر تسعة الماضي كنا فرحنا بخبر إطلاق صراحه ثم مرت يومين أو ثلاثة ثم عيد اعتقاله وفي حالة جسدية متدهورة وكانت عرض للشلل وهو في معتقله اللهم شافه وفرج عنه وترفض السلطات المصرية اتهامات معارضين ومنظمات حقوقية بتعرض لمعتقلين لانتهاكات والتعذيب الإهمال الطبي وتقول إنها توفي الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون وإن التعامل معهم يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان هكذا جاء في الخبر وكما قلت فإن وفاة المديع السيساوي وإلى الإبراشي كان أعاد إلى الواجهة حادثة استضافته للشيخ محمود شعبان وما كان تم بينهما وما كان من الإبراشي من توريطه للشيخ محمود شعبان حتى صرح بما به تم اتهامه وبما به تم اعتقاله وفي ذات اللقاء فإن الشيخ محمود شعبان فرج الله عنه توعده بالاجتماع غدا يوم القيامة بين يدي الله الزوج القائلا وسنصبر وعند الله تجتمع الخصوم فاللهم فرج عن الشيخ محمود شعبان ورده إلى أهله وشافه وارزقه الصحة والسلامة وأما من مات فإنما أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم كما قال الشيخ محمود شعبان إذا اندمت في العيد إلا وحفظي وإلى مادة أخرى هذا إبراهيم أبو جابر إبراهيم وزاني وحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته